بدأت القصة حينما أحسست بوجع في بطني لكنني كنت أتألم أكثر فقرر أبي أخذي إلى المستشفى وحينما وصلنا فحصني الطبيب وقال لأبي ابنتك تعاني من انتفاخ الزائدة الدودية وعلينا استئصالها حالا وفق أبي وأمضى بعض الأوراق ثم تم نقلي إلى مصلحة الاستعجالات وأجرى لي الطبيب هو وطاقمه العملية وبعد أن استيقظت وجدت الطبيب إلى جانبي وسمح لوالدي برؤيتي ثم قال لهم من فضلكم دعوها الآن لترتاح حتى لا تتعرض لنزيف فجأة سمعنا صراخا وضجيجا في الخارج فأسرع الطبيب وخرج والدي خلفه بعد لحظات عاد والدي وأخبرنا أن هناك حادث استضام حافلتين بالقرب من المستشفى عاد الطبيب واعتذر لأمي وقال لها آسف يا سيدتي ولكن المستشفى اليوم استقبل عددا من المرضى أكثر من ما يحتمله لذا سنضطر لنقل ابنتك إلى مصلحة التوليد لترتاح هناك وكني مطمئنة فستكون تحت رقابة الممريضات وافقت أمي وغادرت هي ووالدي بينما نقلت إلى غرفة فيها مرأتين واحدة منهما تحمل رضيعا بين يديها والأخرى تعاني من مغس الولادة غفوت قليلا واستيقظت وقد حل الظلام أحسست بشيء يتحرك عند قدمان فصرخت مذعورة أسرعت الممرضة إلي وقالت لي أن هذا تأثير المخدر وسيزول تأثيره نهائيا صباحا فأغمطت عيناي قليلا ثم أحسست بصوت أنفاس إلى جانبي فصرخت مجددا وفتحت عيناي فلم أجد شيئا انتبني خوف شديد وحاولت النوم ونمت فجأة أحسست بيد تمسك قدمي ثم بدأت تسحبني في الرواق كنت أصرخ بشدة لكن لم يسمعني أحد سمعت صوت صراخ أقوى من صراخي فتحت عيناي فوجدت نفسي في سريري والممرضات أسرعن للمرأة التي حنى وقت ولادتها فذاك كان صراخها إذن لم يسحبني شيء كان ذلك في الحلم سمعت الممرضتين تتحدثان عن عدد الوفيات في حادث الحافلة ساروا بالمرأة وخرجا نظرت إلي السيدة الثانية فقالت أزعجتنا بأنينها الآن يمكننا النوم بهدوء نعم سنحاول النوم أغمطت عيناي مجددا لكنني فتحتهما على صوت طرق في النافذة يا إلهي ألن تنتهي هذه الليلة؟ قلت لها بصوت خفض من الذي يطرق النافذة؟ قالت لا أدري ولادتي كانت بالعملية ولا زال تأثير المخدر على قدمي لا يمكنني التأكد قلت لها وأنا كذلك زادت الطرقات وزاد خوفي ثم ناديت الممرضة جاءت بسرعة ماذا هناك؟ قلت لها هناك أحد ما يطرق النافذة نظرت إلي غاضبة وفتحت النافذة لكنها لم تجد أحد قالت بغضب لست الوحيدة في المستشفى يا أنسة هناك أرواح علينا إنقاذها وأسرعت للعمل وناديتها يا ممرضة لقد نسيت النافذة مفتوحة لكنها لم تسمعني مجددا بدأت أسمع صوت الأنفاس خبأت رأسي بالغطاء لكن شيئا ما كان يسحب الغطاء من قدمي لم يكن باستطاعة النظر ثم شعرت بشيء بارد وقد لمس قدمي رفعت الغطاء عن رأسي فرأيت شبح الأبيض يحاول الاقتراب من الراضيع صرخت يا سيدة لكنها كانت نائمة ولم تسمعني بينما أسرع الشبح إلى النافذة وغادر الغرفة بدأت تهب الرياح في الخارج وصارت النافذة تصدر صوتا مزعجا فتنغلق تارا بالقوة ثم تفتح مرة أخرى أغمطت عيناي لحظات وأحسست بشيء بارد يلتف حول عنقي ويحاول خنقي فتحت عيناي فإذا هو الشبح الذي كان عند الراضيع حاولت الصراخ لكنني لم أستطع هذه المرة فقد كان يضغط بقوة على عنقي وأحسست بأنها نهايتي لولا أن دخلت الممرضة وهي تحضير المرأة بعد أن ولدت وبلمح البصر أسرع الشبح إلى النافذة وغادر الغرفة فنظرت إلي الممرضة وقالت اشرب قليلا من الماء فالسعل من تأثير المخدر قلت لها هناك شيء حاول خنقي خرج من النافذة نظرت إلي بابتسامة وأغلقت النافذة وقالت إنه ريح أحسست أنها تعرف مكان ذاك لكنها تظاهرت بعدم التصديقي خرجت الممرضة نظرت إلى السيدة وقلت لها الحمد لله على سلامتك قالت لي شكرا ثم أغمضت عينيها ونامت مرت أكثر من ساعتين وأنا أحول نظراتي في الغرفة علني أجد الشبح لكنه لم يظهر كانت السيدتان تغطاني في نوم عميق وفجأة رأيت شبحين دخل من الباب وتوجه نحو الرضيعين لا أدري كيف تجرأت لكنني صحت بهما توقف ما الذي تفعلانه يا سيدات هيا قوما حدق بي الشبحان ثم حمل أحدهم الرضيع الأول فصرخ الرضيع واستيقظت والدته أرجعه إلى مكانه بسرعة وغادر الغرفة بدأت في البكاء وأخبرت المرأة بما رأيت فذعرت وقررت البقاء جالسة حتى الصباح كانت تلك أطول ليلة مرت علي في حياتي ولم يظهر الشبحان بعدها وفي الصباح جاءت الممرضة تطمئن علينا لأن وقت دوامها انتهى طلبت منها التحدث على انفراد ساعدتني في المشي قليلا وأخبرتني أنها اتصلت بوالدي ليقوم بإخراج اليوم من المستشفى وفي رواق المستشفى تحدثت إلى الممرضة وأخبرتها بما رأيت فابتسمت وقالت إنسي ما حدث فنحن نراهم هنا يوميا لكننا لا نبالي نتجاهلهم قدر الإمكان وذلك الشبح لامرأة فقدت توأمها ثم توفيت بعدهما مباشرة يقولون أنها غير مؤذية فقد تحاول النظر إلى المولودين الجدد قلت لها لكنها حاولت خنقي فقالت ربما لأنك حاولت منعها من رؤية الرضيع خرجت من المستشفى وأخبرت والداي بما حدث لكنهما بالطبع لم يصدقاني يقولان أنني توهمت ما حدث من تأثير المخدر وأنتم هل تصدقون ما حدث معي؟ مرت عشرة أيام بعد خروجي من المستشفى تحسنت فيها حالتي وصرت لا أحس بالألم إطلاقا وكنت في كل مرة أتذكر كيف كانت المرأة الشبح تحاول الاقتراب من الرضيع كان ينتابني الخوف ثم أقول لقد مضى ذلك الكابوس والحمد لله أنني شفيت ولن أعود مجددا إلى ذلك المستشفى لكنني فجأة بدأت أحس بألم في بطني وصار الألم يتزايد كلما أكلت أو جلست قالت لي أمي لابد أن هذا الألم هو دليل على الشفاء التدريجي لمكان العملية لكن الألم كان يزداد فقرر أبي أخذي إلى المستشفى وعندما فحصني الطبيب قال لي للأسف يا ابنتي فقد حدث لك فتق في مكان العملية ويجب أن نقوم بعملية مستعجلة لنخيطه قبل أن يتوسع أكثر كان ذلك بالنسبة لي صدمة كبيرة فأنا لتوير تحت من ألم العملية الأولى ليس سهلا علي أن أعيد العملية في نفس المكان من البطن لكن لم يكن لي خيار آخر دخلت غرفة العمليات لم تدوم العملية سوى نصف ساعة لكنني لم أستفق من تأثير المخدر إلا بعد ساعة وجدت نفسي على سريري وأمي إلى جانبي ولما فتحت عيناي قالت لي الحمد لله على سلامتك لقد نجحت العملية لكن الطبيب أمرك بالمحافظة على نفسك حتى لا يحدث فتق مرات أخرى أمي ماذا يا بنيتي الحمد لله أنهم لم يضعوني في الغرفة الماضية لا بأس يا عزة فذلك كله مجرد تخيلات من تأثير المخدر أرجوك ابقي مع الليلة لا تتركيني بمفردي حسنا سأبقى من أجلك يا عزة سأذهب لأمضي بعض الأوراق إذن ذهبت أمي إلى مكتب الاستقبال وأمضت ورقة مرافقتها لي ثم عادت إلى الغرفة ولما حل الظلام كان قد زال تأثير المخدر وبدأت وخزات الألم وبدأت آئن نادت أمي الممرضة فأتت الممرضة بسرعة وقدمت لي إبرة مسكنة للألم لحظات ولم أعد أحس بالألم كانت أمي قد عادت إلى فراشها ونامت مجددا بينما بقيت أنا مستيقظة فجأة سمعت طرقا على النافذة وتذكرت الليلة المرعبة التي مررت بها سابقا توقف الطرق على النافذة فحمدت الله وحاولت النوم لكنني سمعت باب الغرفة وقد فتح فتحت عيناي فوجدت شبح المرأة الأبيض يدخل الغرفة اقتربت مني مبتسمة كنت سأنادي أمي لترى وتفعل شيئا لها لكن الخوف أوقفني وتأثير المسكن بدأ يعطي مفعوله علي تقدمت مني أكثر وقالت لم أكن أنوي إذاءه كنت أود رؤيته فقط لكنك منعتني بدأ قلبي يخفق بقوة قلت لها لم أكن أعلم قصتك سامحيني حتى وإن علمت لن يخبروك أبدا الحقيقة أنهم سرقوا أحد أطفالي حيا واستبدلوه بآخر ميتا ماذا؟ هذا غير صحيح واقتربت مني أكثر وهي تقول كنت أعلم أنك لن تصدقيني أنت مثلهم جميعا أحسست بأن المسكن بلغ تأثيره ولم أعد أستطيع فتح عيناي أكثر فجمعت قوتي وناديت أمي وأغمطت عيناي نمت لساعات وفتحت عيناي فجرا فوجدت أمي تجلس إلى جانبي وهي تحمل مصحفا وتقرأ القرآن وتبكي قلت لها ما الذي حدث يا أمي ما بك؟ قالت عز حبيبتي أسف لأنني لم أصدقك كان شبحا مرعبا ماذا؟ ثم تذكرت ما حدث بالأمس فقلت لها ما الذي حدث يا أمي؟ لا أذكر غير أنني ناديتك ونمت مباشرة خفت أن تخنقني مثل ما فعلت سابقا قالت لي عندما صرخت فتحت عيناي فوجدتك نائمة والمرأة الشبح تقف إلى جانبك لكنني وقفت وبدأت أقرأ عليها بعض الآيات حتى رحلت لكن قبل أن ترحل كانت تقول سأعود إن لم تعيد لي ابني لم أفهم ما كانت تقصده بعدها التزمنا الصمت وكل منا تفكر فيما تقصده المرأة الشبح بكلامها في الصباح غادرنا المستشفى وعدنا إلى البيت كنت أمشط شعري أمام المرأة قبل أن أنام وفجأة ظهر وجه المرأة الشبح في المرأة وقالت لا تنسيني ثم اختفت وقد ظهر تاريخ على المرأة الرابع من مارس سنة 2015 أصابني الضعر واتجهت مسرعة إلى سريري أفكر في ما يعنيه التاريخ وما يمكنني فعله في الصباح سألت أمي ماذا سنفعل بما يخص المرأة الشبح إنسيها يا عزة فلم تعد معنا تركناها في المستشفى وحتى لو مرض أي أحد مننا فسنذهب إلى مستشفى خاص ولن نعود إلى هناك أبدا لكنني قررت أن أكتشف لغز هذه المرأة وفكرت في خطة جيدة ثم بدأت في تطبيقها في البداية دخلت المستشفى وتوجهت إلى مكتب الاستقبال قلت للعاملة هناك عندي شكوى ضد المستشفى فدهشت وقالت أخبريني ما هي شكواك لا لن أخبرك أنت حسن إذن اكتبي تقريرك في ورقة وسأخذه بنفسي إلى المدير ولن أكتبه أيضا أريد رؤية مدير المستشفى شخصيا حاضر سأتصل به حتى أسأله إن كان يسمح باستقبالك الآن لكن الممرضة جاءت فجأة قائلة لن تتصل به فالمدير ليس متفرغ للشكاوى فهو مجغول بأموره أهم من مشكلتك استغربت تدخلها لكنني وجدت كذبة سريعة وقلت قريبتي تحتاج إلى عملية في مستشفى خاص وهي باهظة السمان ومدير هذا المستشفى الوحيد الذي يستطيع مساعدتها لأنه يعرف مديره أها إذن هذا هو السبب أوك اتصلي به اتصلت عاملة الاستقبال ولحسن حظي قبيل رؤيتي دخلت مكتبه فقال أهلا بك كيف أستطيع مساعدتك؟ أنت الوحيد الذي تستطيع مساعدتي وأخبرته بكل القصة في البداية لم يصدقني لكن عندما أعطيته التاريخ قال لي لن أخسر شيئا سألتزم السرية وسأبحث عن كل النساء اللواتي ولدنا في هذا المستشفى بتاريخي أربعة مارس فرحت كثيرا وتركت المهمة عنده بعد يومين قضيتهما وأنا أنتظر على أحري من الجمر جاءني اتصال منه فأسرعت إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة وجدت المدير والممرضة معا قلت لهم ماذا هناك؟ قالت الممرضة لا أدري ناداني المدير وهو يقول أن الأمر مهم نعم الأمر مهم أيتها الممرضة بتاريخي أربعة مارس 2015 أين كنت؟ صعقت الممرضة وقالت كنت هنا يا سيدي لماذا؟ أعلم هل كنت تداومين في ذلك اليوم؟ لا بل كان يوم ولادتي كان يتحدثان ولم أفهم ما الذي يريد المدير الوصول إليه لكنني انتبهت حين قال لها هناك إمرأة أنجبت ثوءا في ذلك اليوم لكنهما كان ميتين وأنت أنجبت فتاة المرأتان الوحيدتان ألتان ولدت في ذلك اليوم؟ هما أنت وهي وما الذي تقصده يا حضرة المدير؟ اقترب منها وقال أنت تعلمين قصدي الفتاة ليست ابنتك هذا جنون ما تقوله غير صحيح لا بس سأرسل طلبا لعمل تحاليل الدي ان اي وسنرى انهارت الممرضة وهي تبكي وقالت لا داعي له فعلا أنا أبدلت الفتاتين وعطيت المرأة الأخرى ابنتي المتوفة كنت فقط أريد سماع كلمة ماما ولكن هذا لا يتم بسرقة أبناء الآخرين كان أمامك الكثير من الخيارات كان يمكنك التكفل بأحد الأيتام لكنك فضلت السرقة ستنالين جزائك شكرا للمدير كثيرا وطلبت أن يبقي أمري سرا ولا يذكر اسمي في تصريحاته بينما أخذت الممرضة إلى السجن وأعاد حضانة الفتاة إلى والدها الحقيقي وفي الليل نظرت إلى المرأة فوجدت مكتوبا عليها كلمة شكرا ومنذ ذلك اليوم لم تظهر المرأة الشبح مطلقا أجل انتهت قصتي وظهرت الحقيقة أخيرا لا أعلم لما بعض الممرضات يقمن بأشياء تغضب الله أولا وتعذب الناس لماذا يفرقن بين الأم وابنها من أجل مال زائل ما ذنبهم أرجوكم شاركوا قصتي لنساهم في القضاء على مثل هذه الأفعال وأراكم في القصة المقبلة فكونوا في الموعد وإلى ذلك الحين مع السلامة اشتركوا في القناة